أقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر وأن الهم ينفرج وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم وينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه ينسيك الآلام لكن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كانوا يدعون في السراء ولذلك عندما نادى ذا الذنون وهو في جوف الحوتي عرف الله هذا النداء الملائكة يشفعون تحركت السماء إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم هذا الذي يسمع دبيب النمل هذا الذي سمع تحاور المرأة خوله بنت تعلب وهي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما عائشة بجوارها ما سمعت هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب من صفاته القرب حديث نفسك يعلمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه طيب يا أخي إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون ألا يسمع ألا تشعر بقربه ألا تشعر بقربه إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئ وتأمل في حياة الأنبياء تأمل في حياة الأنبياء آلام تعب قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إن معرفة الله تجعل الأنين أنين الكفارة آلام الكفارة يجعلك تقول الحمد لله من شغاف قلبك وربي قد جعل الآلام في حياتك لأنه يحبك مرتضى الله لبعض عباده أن تكون الدنيا أن تكون دار الجزاء لهم لا وربي هناك على أرائك الجنة هناك تنتهي الآن لا إله إلا الله أنت سبحانك ليست لذنون ذنون فقط عليه السلام بل هي لكل صاحب غم لكل صاحب هم وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين من الذي مسه الضر منا ليس رب أيوب فقط بل هو ربك فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر الله يفرج الكرب والعجيب أن الله إذا أحب عبداً صب عليه البلاء لأننا في اليسري وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقول تعلقنا ولذلك أحبابي كما قال السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وثق في الله الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله الأمور ترجع إلى الله والمقادير بيد الله وعاقبة الأمر إلى الله ولله عاقبة الأمور فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر